موسيقى أستاذ علي أشهر لبي أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بك والحياء نعيزة يعني أفهم من حضرتك في البداية موضوع المنظمة العربية الحقوق الإنسان يعني في منطقتنا تتعدد المجالس وتتعدد المنظمات الخاصة بحقوق الإنسان بما تتميز هذه المنظمة إحنا بعد حرب تلك السبعين وتوقف ما يسمى الحروب يعني أسرار عربي إسرائيل نسبيا كان فيه تفكير إن إحنا محتاجين نطور شوية أداءنا بشكل عام في المجال الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وما إلى ذلك اللي كان ممكن وقت الحروب بتمنع يعني أو تخلينا ما من أجل هذا الكلام فكان فيه دعوة لإنشاء بيت عربي في مجال حقوق الإنسان خاصة أن فيه إسلامات عربية كبيرة في وضع الاتفاق الدولية لحقوق الإنسان وعدد من الرواد في الحقيقة اللي هم كمان كانوا قادة لحركات الاستقلال في المنطقة العربية ضد الاستعمار هم اللي أخدوا هذه المبادرة بس هم اتأخروا شوية لأن كانت فرصة التآمهم صعبة التوقيت برضو ده كان صعب شوية قبل الفكرة إلى أن اجتمعوا في 12 ديسمبر 1983 وقرروا إنشاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان وقرروا على اختلاف جنساتهم العربية اختيار القاهرة مقر رئيسي لها لاستفاد من القوة المعامة في مصر خاصة أن مصر كمان موضوع حقوق الإنسان كان الصورة الزهنية بتاعته أكتر فكرة القانون والقضاء ومصر إسهمها كبير قوي فيها هذين المجالين عن مستوى العربي هي مدرسة أصلية يعني وتأسست المنظمة وعملت في مصر بدء من 83 ثم كانت هي صاحبة الدور المهمة جدا يعني تسمى في المراجع الأكاديمية حتى العربية والأجنبية المنظمة الأمة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية يعني بيتعدد وجودها في دول العربية لأنها أنشأت فروع عاملة على المستوى الوطني في الدول العربية فعندنا النهارة 24 فرق وهي المركز هي المركز وعندنا فرق حتى في مصر للمنظمة إسرائية لحقوق الإنسان إحنا أسسناها في العام 85 كفرع للمنظمة الأمة وعندنا 24 فرع بيعملوا حاليا في 27 دولة عربية وأوروبية لأنه حتى كمان فيه جزء بيعمل فيه وسط الجلالات العربية في المهجر لحماية حقوقهم وضماناتهم وتشجعهم على التكايف والاندماج وكمان بنحصل منهم على دعم للقضايا القومية زي القضايا الفلسطينية وغيرها والمنظمة هي بيت الخبرة الرئيسي في هذا المجال في المنطقة العربية وعندنا على سبيل المثال 27 تجربة دعم فني قدمناها حتى لـ 12 حكومة عربية يعني حتى الحكومات العربية كمان لما احتاجت تطور نفسها في مجال حقوق الإنسان فطلبت خبرة المنظمة العربية لحقوق الإنسان وقدمناها ومن آخرهم حتى في السنوات الأخيرة آخر ربع سنوات مصر كمان يعني مجال عملها مش محلي هل هو إقليمي؟ هل هو دولي؟ طب يعني عن ماذا تختلف عن مجال حقوق الإنسان الموجودة في كل دولة؟ هل إن اتمامها خارجي؟ المجالس دي أفنم في كل دولة إذا المجلس القامي لحقوق الإنسان في مصر وأنا بتشرب أن أعضو فيه أيضا دي مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان بتكون جزء من الدولة منشأة بقانون يضمن استقلالها عن الحكومة عن صوت التنفيذية بتلعب أدوار ذات طبيعة استشرية لكنها كمان تمارس دور رقابي وتقدم نصايح واستشارات يجب أن تؤخذ بالاعتبار حتى دستور مصري 2014 لما تكلم عن المجلس القامي تكلم عن إنه مؤسسة مستقلة ويدي له أدوار مهمة جدا فيه كمان دعم قضايا الضحايا يعني أنه ممكن مثلا المجلس القامي لحقوق الإنسان يكون فيه قضية متعلقة بانتهاك لحقوق الإنسان فيتدخل قضائيا في هذه القضية هذا ممنوع في الدستور وفي القانون دي بتبقى جزء من الدولة إنما إحنا بنتكلم على مؤسسات مجتمع مدني اللي عندها مجالات مختلفة وفيه طبعا كميا هي مؤسسات نادرة العاملة في مجال حقوق الإنسان إنما هي قطاع مهمة جدا وهو شكل أشكال الدفاع الاجتماعي المهم طب هي لها قرارات يعني يزر عنها يزر عنها أدبيات كتب جدا وعندها نوع من أنواع الرقابة الأدبية المعترف فيها في العالم كله إحنا بعد الحرب الباردة وفترة التسعينات حالك تتذكري كان فيه عدد كبير جدا من المؤتمرات والقمم العالمية اللي كان بتحاول ترسم دستور جديد للأسر الإنسانية كلها للنظام العالمي جديد فكان ده بيتم من خلال مؤتمرات والقمم تجمع بين الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في الحقيقة كان فيه مخراجات مهمة جدا لكن طبعا تم العصف بيها في مراحل التالية يعني في الحقيقة وحصلت تراجعات نسبية مش بسيطة إنما لا تزال هذه المفاهيم قائمة وسائدة يعني احنا النهاردة وصلنا مثلا أنا منتكلم في كل دولة في العالم النهاردة على الـ SDGs التنمية المستدامة خطة العامية المستدامة اللي كل دولة بتبناها عبر خطة وطنية زي مثلا رؤية مصر 2030 عندنا في مصر ما هو ده نتاج للفكر اللي ابتدام التسعينات واللي كان إسهام المجتمع المدني هو إسهام كبير جدا فيه طب نحن مهتمون طبعا حاليا في وجود هذه المنظمة بما يدور حولنا